افتتح وزير الصحة خالد عبدالغفار المجمع اللوجستي المميكن لحفظ وتوزيع اللقاحات بشركة فاكسيرا ببدينة السادس من أكتوبر وشهد عبدالغفار مراسم توقيع وثيقة استلام عشرة ملايين جرعة من لقاح كورونا مقدمة من الحكومة الصينية حيث أكد أن مصر لديها هذا المخزون الكبير من لقاحات فيروس كورونا يكفي حتى عام 2023 هنا بمصانع فاكسيرا تخطو مصر خطوة جديدة في إطار استراتيجيتها الرامية لأن تكون مركزا لإنتاج اللقاحات وتغطية احتياجات دول القارة الإفريقية خطوة جاءت بافتتاح مجمع التبريد اللوجستي المميكن والذي بدأت تتشينه أبريل الماضي بهدف حفظ وتوزيع اللقاحات والأمصال إضافة إلى حفظ المواد الخام وفقا لمؤصفات منظمة الصحة العالمية وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون جرعة من اللقاحات وجود هذا المجمع حيأمن لمصر كثير من التخزين العلمي والمتقدم جدا لصناعة الفكسين بشكل عام حيخلينا أن احنا أيضا في دخولنا في تصنيع نصنعنا حوالي 40 مليون جرعة تطعيم إلى الآن هنقدر أن احنا نتوسع في هذه الصناعة بشكل كبير عشان نبقى عندنا في مصر اكتفاء ذاتي بس ما احنا يعنينا مش على مصر بس نعنينا على الاتحاد الأفريقي لما أعلن أفريقيا في 2040 لابد أن تصنع ما يقرب من 60% من احتياجاتها إنجاز كبير جدا وأعتقد أنه يعني بيتقرر في كذا حتة عشان تقدر يبقى عندك منظومة قوية توطني فيها كل هذه الأماكن لما يحصل وباء لما يحصل مشكلة لما يحصل حروب لما سلسلة الإمدادات والتخزين تطلق بقى يبقى عندنا بنية تحتها كويسة ندعم جمهورية مصر العربية في توصيل وأنتم مفروض تطلبون وتسندون مصر كذلك فهي جزء من عملية التبادل الشراكة وفي نفس الوقت الوصول للشعور الإنساني أن نتواصل وشراك الصينية المصرية نثمنها لأنها إحدى أهداف التنمية المستدامة فعلى مساحة 3200 متر مربع يقام مجمع التبريد اللوجستي المميكن بنظام إدارة أوتوماتيكية وتحكم آلي للغرف المبردة مع تبريد مزدوج في كل غرفة وأنظمة مراقبة إلكترونية بالإضافة إلى نظام مراقبة الحرارة وأرصفة للشحن والتحميل وتفريغ المنتجات مساحة كبيرة جداً الطاقة التخزينية بنتكلم الساعة التخزينية القصوى هي 150 مليون جرعة سنوياً ودي الطاقة عالية جداً لأنه زي ما إحنا وضحنا أن الدولة المصرية مش بتستهدف بس مصر لكن إحنا بنستهدف نبقى مركز إقليمي للقارة الأفريقية وذلك بناءً حلقت الاتحاد الأفريقية حالياً والأفريقية سي دي سي في إنشياتيف موجود أن إحنا بسنة عشرين أربعين يتم تصنيع 60% من احتياج القارة الأفريقية داخل دول أفريقية افتتاح المجمع وشهد أيضاً استلام مصر لوثيقة بعشر مليون جرعة لقاح مداد لكوفيد تسعة عشر والذي أهدته الحكومة الصينية لمصر لمواجهة تحديات الوباء تحت مظلة العلاقات المشتركة إذن هو إنجاز جديد سيضع مصر في مركز هام بخريطة تكنولوجيا حفظ وتبريد اللقاحات لتكل المصر بافتتاح المجمع اللوجستي المميكن سلسلة من جهودها لتعزيز الشراكات الدولية ودعم القطاع الصحي والدوائي بكل أزرعه سالي سالم التلفزيون المصري